ممكن يحصل حمله اونا عندي تكايوس موعد؟ ويحصل الجهات ممكن جدا ودوارد لوحة رجل ما تعلمتيش صح لان زي مونت ابنشوار في بعض الحاجات في الجسم او نسبة هوربونات ونسبة تبعالية في الجسم بتؤدي الى الكلام ده معي حاجات زي زي مونت شوار صغيرة قلتك ممكن يحصل حمل ويجيلة سكر حمل حمل طبيعي ولا حمل عام طريق الحمل؟ لا يفدي انا ابنتك من شوار صغيرة الناس دي ممكن يحصل حمل طبيعي كل فين وفين كانت لها ده كل فترة لها كل حمل سين اه اه لوحدها كانت لها اي حاجة خالص بس هي اكثر عرضة يجيلها مشاكل مع الحمل يعني المفروض لما يحصل حمل عندها تتابع حملها كويس قوي والناس دي عشان استخدام المناشطات دي كسافة عالية بالنسبة لهم ده بيؤدي حلوس حمل توقامي وبالتالي مشاكل حمل التوقامي عندهم بتزيد اكتر الناس دي كمان لما تعمل لها معي في حق الميكاري او اطفال النبيب اكثر عرضة يجي لها حاجة اسمها فرض تنشيط يعني فرض تنشيط اما بتاخد الادوية العادية يجي لها تفرط يعني تتابع بكوينة 40-50 بوايضة وبالتالي جسمها يبدأ عب مية من جوة وتخش مشاكل خطيرة جدا معي يعني هي اكثر عرضة يجي لها فرض تنشيط وبالتالي هذه السيدة لها اسلوب خاص جدا في التنشيط بتاعها الحاجة التانية كمان انها ممكن تخرج كمية كبيرة جدا من البوايضات وبوايضات رضيئة غير جيدة لو ما تعالجتش كويس الحال اللي عندها تكايوثات مية لازم كما يسمى انها لها بروتوكول خاص جدا بيها بنظام خاص جدا بيها بحيس جسمها يتضبط قبل ما اندخلها في اي سكة مساج دي وبعد ما يحصل عندها حمل يحصل عندها متابعة جيدة جدا لحمل لانها اكثر عرضة يجي لها مشاكل مع الحمل وتختلف من سيدة لسيدة طبعا لا الناس اللي عندها تكايوثات للأسف الشيبيب هم هم كلهم بهذا الشكل كلهم ويجيب بهذا الشكل انها اكثر عرضة يجي لها طرط تنشيط مع المبيض اكثر عرضة تتكون بويضات مش جيدة اثناء عمية الحالة المجاري نفسها حدوث الحملة عندها بذات لو خاصلها حملة اوامية 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 شابة مشاكل الحملة عندها كتيرة شوية مشاكل ولادة مع عبروضة بالنسبة لها تكون مشاكل كتيرة شوية زي ما قلت العرضة لان هو ده نوع من اوامية الخلل لماسك الجسم كله تب بترجع يا دكتور يعني لو تعالجت منها بترجع لا ما بتروحش ده حاج جينيتيك حاج جواكينتي تفضل موجودة ما بتروحش دي التكاوسات غير الاكياس الاكياس بتتشال لك دي ما تتشالش دي ما تتشالش دي لها طريقة علاج بس اه ليها طريقة علاج يعني العلاج مش على حسب بقى هي بتشتكي من ايه هي لو عندها تفرين ثلاثة خلص يبقى المشكلة الرئيسية ان احنا نعمل لها انتظام ننظم الدورة الشهرية ونضبط اكلها عشان ما جلاش اعراض او مشاكل زي مجلاش مجلاش سكر مجلاش ضغط مجلاش المشاكل دي الحاجة التانية انتظام الدورة الشهرية يمنع مجلاش مشاكل في الطنطرحة بتاعتها عشان نحميها مجلاش مشاكل مستقبلية لان تأخروا الدورة لفترات طويلة ممكن من لا قدر اصابة سرطانية في الطنطرحة بتاعتها فبالتالي تبقى هي فاهمة وماشية زي ما قلت الحركة قبل كده اشرح لحالتها بالزبط وفاهميها وهي هتتجاب معك هتمشي معك بس ابقى فهنا